أهلا بحضرتكم مرة تانية من بعد الفاصل ويمكن فعليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعة واربعين مش بس مستمرة لكن كمان بطلقى اهتمام كبير من الجماهير الدورة دي استثنائية بيشارك فيها أفلام جديدة من 52 دولة خلونا نتكلم بتفاصيل أكتر عن فعليات المهرجان والعروض الخاصة بالأفلام والأعمال المرشحة للجواز مع ضفنا اللي منوارنا في السوديو الأستاذ أحمد سعد الدين الناقد الفني صباح الخير على حدث صباح الخير صباح الخير يعني دورة استثنائية 44 رقمها هو ال44 شفت ازاي الفعاليات في هذه الدورة وكيف من الأفلام المشاركة؟ هو على مدار الأيام اللي فاتت الحقيقة اتعرض مجموعة كبيرة جدا من الأفلام طبعا الأفلام بيبقى فيها تفاوت هنلاقي أفلام جيدة أفلام نص نص وده طبيعي نحن هنلاقي مش كله على نفس الوتيرة ولكن الواضح السنة دي يمكن قبل كده أنا قلت أن فيه نظرة أو لمحة أوروبية أكتر بالنسبة للأفلام لكن في نفس الوقت لا فيه أفلام سواء في المنطقة العربية أو في أوروبا كانت غاية في الرواق تعال بقى نسألك يعني جنسيات ايه أبرز هذه الأفلام ايه أبرز الجنسيات أو الدول اللي فعلا أفلامها كويسة وشايف أن هي فيها سينما حلوة ممكن تقدم لنا حاجات أكتر أنا هتكلم على فيلم يعني هو منقسم ما بين دولتين دايما مشكلة الأفلام أن هي بتنسب للجهة المنتجة ففيه فيلم إنتاج إنجلترا لكن هو في الأصل فيلم سوري يا سلام القصة قصة بنتين سوريين هنعتبره فيلم سوري ما هو إحنا بالنسبة لنا هو فيلم سوري ولكن الإنتاج عشان هو إنجلترا فداخل باسم إنجلترا هذا الفيلم غاية في الرواق اسمه The Swamer أو السباحة هذه القصة المشهورة طبعا هذه القصة المشهورة الأب المدرب السباحة اللي عنده بنتين الاتنين كانوا بلعبوا سباحة وبعدين لما قامت الحرب السورية هجروا هجرة غير شرعية بس لألمانيا هم طلعوا وصلوا لألمانيا لكن هم طلعوا من سوريا إلى تركيا ومن تركيا ابتدوا يدخلوا المجر والمجر على ألمانيا حاجات كتيرة الرحلة نفسها رحلة صعبة جدا هي الفيلم هي الفيلم لكن لما وصلوا إلى ألمانيا اتحطوا فيه مخيم للاجئين لكن إسرار البنت اللي عندها 17 سنة تقريبا إن هي عايزة تبقى بطلة أولمبية فقاعدت تجري إن هي إزاي تدرب أرقام قياسية وبعدين في فترة 2014 اللي هي الدورة الأولمبية في ريدي جينيرو في البرازيل كانوا عملوا استثناء إن فيه سباحين أو فيه رياضيين تبع منظمة اللاجئين وإزاي هي تحقق رقم قياسي وتفوز بالمدالية الزهبية برغم إن هي بمفردها وده قصة عالية مش بس كده كمان أنقذت ناس من الغرق يعني أنقذت ناس ما هي الرحلة بقى من سوريا أو من تركيا إلى المجر والأماكن دي كانت عبر البحر قارب صغير وهنا دي بتبقى أشبه بالحقيقة أو هي كانت حقيقة في اللي إحنا سمعنا إن القارب الصغير ده ممكن يعد فيه أربعة خمسة أنت بيتلاقي فيه خمستاشر وعشرين وأكتر طب القارب ده عطل في الميا في وسط البحر فنطت هي واختها جوه الميا عشان القارب يمشي فيه ناس وقعت أنقذتهم على فكرة دي قصة حقيقية أنا ما شفتش الفيلم لكن القصة دي كانت مشهورة جدا هذا الفيلم على مدار ساعتين وربع تقريبا لقى طبعا تصفيق وأعجاب لك أنا عايزة أقولك إنه هو مش لقى تصفيق أنت اندمجت مع الفيلم لدرجة أن فيه ناس كانت بتعاية طبعا وفيه ناس بتسقف وفيه ناس ما حستش بالوقت من الجمال بتاع هذا الفيلم ايه تاني شفتوا فيه أفلام كتير فيه فيلم كان أول مبارح كان جميل جدا فيلم فرنسي بتكلم عن رائد الفضاء وإزاي كان عنده حلم إنه هو يصنع صاروخ يدور بيه حول الكرة الأرضية بشكل ما وفعلا وصل إنه هو يعمل كده عشان يحقق قمنات جده عايزة أقولك إن التكنيك السينمائي اللي هو بيشتغلوا به على هذا الفيلم مع شوية المشاعر الجميلة بقى الحلم إزاي يتحقق والأم والجد ومش عارف إيه والكلام من ده وأحد العلماء اللي هو توقف عن العمل فإزاي كل دول حطوا أمالهم في هذا الرجل وبيوصل للحلم ده برضو على مدار ساعتين بتكنيك غير طبيعي إنت وصلت لحد فوق الأمر فهتعمل إيه الشكل العام عامل إزاي ده من الأفلام الجميلة مبارح كان فيه فيلم سوري إخراج جود سعيد وبطولة أيمن زيدان ده سوري سوري إنتاجاً ده سوري إنتاجاً وتمثيلاً وإخراجاً وكل حاجة جميلة موجودين الحقيقة بس ده الفيلم ده اسمه رحلة يوسف وده من الحاجات الجميلة إنه هو كان بيعرض القضية بشكل غير مباشر عمل إيه؟ إزاي يوسف ده كجد أخذ المجموعة دي في الحرب ودخل مخيم تخيل بقى الحياة داخل المخيمات عاملة إزاي؟ الصعوبات اللي بيقابلها الأمل اللي عند حفيده وبعدين الصراع الأجيال ما بين الجد والحفيد إن الجد مهما كان مش عايز حفيده يخرج بايد عنه فبيقف ضد مصلحته إلا أن تتأتي النهاية إنه هو لا بيقوله شوف مصلحتك لو لا تبلعب كرة فبيقول له اطلع بره لإيه بره المخيم جات له فرصة إنه ها يمشي الصراع ده كله في الفيلم دحكنا وعياتنا مع بعض ففي أفلام الحقيقة في أفلام كانت جميلة السنادي النهاردة على فكرة آخر العروض يعني بكرة الختام إن شاء الله صار لكن على مدار الأيام اللي فاتت لا في مجموعة من الأفلام استمتعت انت طبعا استمتعت باختلاف الدورات اللي فاتت مختلفة بتأكيد شوفها أولك على حالة السنة دي في مجموعة من الأفلام حلوة جدا جدا برضو على غرار الدورات اللي فاتت وممكن أفضل كما طيب خليني أتكلم حضرك في حاجة يمكن اتكلمنا عليها في حلقة قبل كده إنه مهرجان القاهرة السينمائي هو أي لست يعني لو بنتكلم عن المهرجانات العالمية فئة ألف فئة ألف يعني زي مهرجان كان والعديد من المهرجانات اللي بتلقى اهتمام عالمي مهرجان القاهرة السينمائي هو أيضا من هذه المهرجانات قد إيه ده مهم للسينما المصرية هو لما بنتكلم على السينما وخاصة في الوطن العربي مصر هي الدولة الوحيدة التي تمتلك ما يطلق عليه مش بقى صناعة السينما صحيح فن صناعة السينما صحيح ليه؟ ليه بنقول كده؟ لأن أنت لو عندك أكاديمية وعندك استوديوات الصوت وستوديوات إنتاج إنت لو رحت أي دولة ممكن ينتجوا فيلم لكن هل عندك الطاقة البشرية سواء أمام الكاميرا أو خلف الكاميرا مش طاقة البشرية المؤهلة المؤهلة المعامل دور العرض هي دايرة اقتصادية كاملة حتى الجمهور اللي بيدخل يدفع فلوس فبيرجع للمنتج فلوس ورقة أرباح عشان يشتغل تاني صحيح دايرة دي كلها اسمها فن صناعة السينما مصر هي الدولة الوحيدة اللي تمتلك ده لأن السينما في مصر بقى لها دلو يعني هي كانت رقم اثنين بعد فرنسا واحنا ستوديو مصر دلوقتي بداخل أقرب على مئة سنة فصناعة السينما في مصر شيء مهم جدا الحاجة التانية المهرجانات فيها قبل صناعة السينما فيها تبادل ثقافي تبادل ثقافات يعني أنا ممكن ماكنش رحت ماليزيا مثلا لكن أفلام ماليزيا لما بتجيلي هنا أنا بشوف الشعب ماشي ازاي أنا مروحتش الهند الهند شفت الحياة في الهند عن طريق السينما أنا بصدر لهم الفيلم المصري اللي هو برضو بيحكي عن إيه الثقافة المصرية فده شيء مهم جدا أن التبادل الثقافي بين خلال السينما أو من خلال المهرجانات على غرار الأفلام السينما كان فيه فيلم رواعي فلسطيني اسمه علم علم من الأفلام الجميلة تيراس خوري كان المخرج وعودت لأول مرة عربيا عندنا واتعرض مبارح من الأفلام الجميلة أجمل حاجة أن دلوقتي السينما العربية بعيدا عن مصر يعني كان على السينما الفلسطينية والسينما السورية وكده ابتعدوا عن المباشرة يعني دايما كنا دي كانت قافتنا العربية في الأول بنعيب عليهم أن أنت بتعمل الفيلم أشبه بحاجة من 2 يا إما دوكيومنتري صحيح يا إما أشبه بخطبة صحيح عصماء لكن السينما هي فن غير مباشرة صحيح يعني أنا وصل لك الفكرة صحيح بس بشكل مختلف الفيلمين أو السينما اللي حضرتك تتكلم عنها سواء عالم سواء رحلة يوسف أو غيره هنا إحنا بنتكلم على حياة غير مباشرة بتقول لك لا فيه حياة موجودة فيه شكل عام موجود فيه ثقافة موجودة ثقافة سينماية فديه من الحاجات المهمة هل يعني إحنا طول عمرين نسمع دقيقة فيلم مهرجان يعني فيلم مش موجود غير للنقاط بس هل النهار ده وجود منصات زي واتشت مثلا نقدر نشوف عليها هدي الأفلام أكتر هو طبعا كلمة أفلام مهرجانات ليها أسباب أخرى إن فيلم المهرجان الجانب الفني أعلى من الجانب التجاري الربح يعني حتى ممكن أن أنا أعمل فيلم جيد بممثلين مش نجوم كبار مش نجوم شباك على أساس أن هما بيقدوا الأداء المطلوب في الناحية الفنية السينما التجارية بتعتمد عن نجم والنجمة وجمهور النجم ده عامل إزاي فأنت بتروح تحضرها فهنا بنقول ده فيلم مهرجانات ساعات أو لا لكن بالنسبة لللي حضرتك بتقوليه هل أقدر أن أنا أشوف هذه الأفلام بعد انتهاء الدورة الموجودة مش كل الأفلام تصلح أو أنه نقدر ينفع أنه نقدر نشوفها لأن بعض هذه الأفلام العالمية بتشارك في مهرجانات أخرى والتعاقد هنا مع مهرجان القاهرة أن أنا أعرضها عرضين عرض أساسي ثم عرض إعادة صحيح ما أقدرش أن أنا أعرضها عرض عام أو أنزلها على منصات لكن في بعض الأفلام موجودة لصالح المنصات يعني فيلم السباحتان ده ممكن خلال الأسبوع الجاي هنشوفه على منصة نتفلك ولو المنصات فعلا لعبة دور كبير فلعبة دور في تسويق الأفلام الرؤية القصيرة والطويلة طبعا وإحنا كنا مفتقدين ده في القنوات التليفزيونية ما بتعرضش الأفلام القصيرة إنها طبعا تبقى الاتفاقات زي ما قلت وكده المنصات ربما لعبة دور طيب أنت بتقولي تجاريا السينما الأمريكية كان لها لقطتين في المهرجان الفيلم بتاع ستيفن سبيلبرج اللي عرض في البداية وفيلم بعيدا عن النيل اللي هو إنتاج مصري أمريكي احكي لنا عن الاتنين هو طبعا الفيلمين هما داخل فيهم اسم أمريكا واحد كإنتاج والتاني كإنتاج مشترك أوكي الفيلم ستيفن سبيلبرج ده فيلم تجاري فيلم أمريكي اتعرض في مهرجان قاهرة في الافتتاح هو خارج المنافسة تماما لأن طبعا هذا فيلم تجاري جدا لا بس فيلم ممتاز جدا ويحببك في السينما يتكلم عن ستيفن سبيلبرج يعني هو يتكلم عن مرحلة من حياته وهو صغير وإزاي داخل المدرسة وإزاي قاعد يحب الكاميرا وجات له كاميرا هدية فابتعد يصور يعمل أفلام زمان فيه حاجة اسمها الكاميرا التمانية ميلي شريط التمانية ميلي إزاي يركب لقطات على بعض عشان يعمل فيلم وهو في المدرسة لحد ما كبر ودخل بقى بقى إيه ودخل هولد فبقى مخرج الرحلة دي كلها مع فن صناعة السينما البداقي اللي هو كان شغال بيه الناس حبت هذا لإيه الفيلم لأن طبعا تكنيك ستيفن سبيلبرج ده مش حاجة يعني هو أسطورة حقيقة أسطورة بعيدا عن النيل هو كان يعني الحكاية نفسها إزاي بعض الفرق وهي لما بتروح أمريكا يعني أشبه بالدوكومنتري شوية وسائخي موسق شوية لهذه الفرق ولكن عشان فيه إنتاج أمريكي فاتكتب أنه هو إيه مصري أمريكي أو الفيلم نفسه بينسب ليه جهة الإنتاج فكرة دي في يوم من الأيام عملت مشكلة إن الفيلم الجهة ينسب لجهة الإنتاج في 2004 كان فيه المخرج الفلسطيني إليا سليمان كان عنده فيلم تقريبا كان اسمه يد إلهية أو كده وكان في المهرجان كان وفاز بالجيزة فهو كان واخد تمويل من صندوق الدعم الإسرائيلي فقال فيلم الإسرائيلي فرفض وقال ينسب للمخرج بتاعه واتعمل استثناء وطلع بإسم فلسطيني طيب تكلمنا عن ستيفن سبيلبرج يعني مخرج مهمة وكبير جدا جدا وخلينا تكلم عن مخرجة مهمة جدا في مصر عندنا وهي كاملة أبو ذكري شفت إزاي فوزها بجائزة طبعا سيدة الشاشة فاتن حمالي دي من الحاجات الجميلة ولما تكلمنا مع كاملة هي بتقول حاجة حلوة جدا بتقول أنا من وانا صغيرة وأبوها الله يرحمه أساس وجيها أبو ذكري كاتب كبير كان بيحب هو ممتها بيحبه فاتن حمامة وكل الشعب بيحب فاتن حمامة قالت بس في لقطة مهمة جدا إنها لما عملت مسلسل اسمه ذات بنت اسمها ذات جالها تليفون فبترد فتقول لها مبروك المسلسل الجميل قتلا مين معي بتقول أنا فاتن حمامة فكاملة بتقول أنا لساني وقف هو معروف عن سيدة الشاشة على فكرة أن هي يعني أنها تكلم حد تقوله مشجعة ولكن هي بتنطقي جدا للأعمال يعني قولي القوي ما كانت ممكن ترفع سمعة التليفون فان هي تشوف الحدث بهذه الأهمية فكاملة بتقول أنا لساني وقف لدرجة أن فاتن حمامة فكرت الخط تقطع ولكن كملت معها فأيت لها جملة جميلة أيت لها كنت تتمنى أن يبقى فيه مخرجين زيك في الجيل بتاعي عشان نشتغل معه ففوز كاملة بجيزة فاتن حمامة دي من الحاجات الجميلة جدا هنا بقى نتكلم لأن فيه نقطة بعض الناس يقولك طب ما كاملة ما عملتش أفلام كتير خمس ست أفلام طب ما أنا أرجع لشادي عبد السلام اللي عمل فيلم واحد ولكن فيلم ليه إيه بصمة مش عدد الأفلام على قد ما الأفلام اللي ليها بصمات زي واحد صفر زي ملك وكتابة زي غيره كاملة لها بصمة موجودة في السينما وتستحق هذا التكريم وتستحق الجيز صحيح على أي حال يعني وجود مهرجان للسينما في نسخته الرابعة والأربعين في القاهرة بهذا العدد الكبير من طبعا الأفلام الأجنبية المشاركة يعني ربما يعني اسمحوا لي أخرج شوية عن ناس وعمل يعني إيه ختم للحلقة يا فسانت ما نقدرش ما نقدرش يعني نبعده عن الكوب 27 ومشاركة عدد كبير جدا من وفود العالم 190 دولة ونقدرش أيضا نستبعده عن منديال كأس العالم اللي بيعقد في قطر أعتقد باعتقاد الشخص أن كل أنظار العالم بتتجه للعالم العربي ليس فقط بصفته أوروبا الجديدة الشرق الأوسط سيكون أوروبا الجديدة ولكن بصفته هو مصدر الطاقة اللي حيولد العالم أعتقد أن اتحادنا كعرب في هذه الفترة مهم جدا لأن القصة ليس سينما وليس مناخ وليس رياضة القصة أننا لازم نتحد علشان نبقى يد واحدة ونبقى فعلا لو اتحدنا أعتقد أننا لدينا كل المقومات كل شكرا لك الأستاذ أحمد سعد الدين النقد الفني شكرا لك